الناس كلها بتبقى متلقبة عايزة تستمتع المباراة كل واحد بيبقى طبعاً فيش بيت بياخله من أهلاوي أو زملكاوي طبعاً فكله بيبقى متلقب وعايز يشوف إيه اللي حيحصل في الماتش لما بنتكلم عن مباراة الأهل والزمالك دايماً بنحط لها عنوان كده هي دي عنوان الكرة المصرية أو عيد للكرة المصرية كل زي ما حاك بتقولها كنتون أيمن كل الجماهير بتستناها مش جماهير أهل والزمالك بس ده جماهير مصر بكل طواقفها بيستنى مباراة الأهل والزمالك وده على مدار التاريخ دايماً مباراة الأهل والزمالك بيكون فيها مولد نجد دايماً بنشوف لعيبة تتقلق بتظهر من خلال مباراة الأهل والزمالك شفنا مباراة زي مباراة الستة واحد مباراة فضلت يعني أعلقة في أذهان الناس لسنوات طويلة ولسه ما زالت الناس بيترددها مباراة زي مباراة أربعة تلاتة نهاية الكاس يعني كانت مباراة مسيرة في أحداثها في التمانينات أو السبعينات كابتشري في مباراة الأهل والزمالك أربعة اتنين فدايماً في مباراة الأهل والزمالك دايماً يعني بتكون بتحظى بمتابعة كبيرة بنشوف في الأسرة فيه الأهلاوي فيه الزمالكاوي الأب وابنه للأخ وأخوه فدايماً فيه الروح الحلوة النهاردة لو عايزين نحط عنوان تاني أو أتمنى يكون فيه عنوان تاني دي المباراة الشهيرة اللي كانت مباراة نهاية الكاس اللي فاز فيها النادل الأهلي أربعة اتنين وكان يعني السيناريو بتاع حلو صحيح ففيه دايماً مباراة الأهل والزمالك دايماً الأحداث اللي بتحصل في المباراة الأهداف اللي دايماً بالناس بتذكرها دي حلوة مباراة الأهل والزمالك لكن قبل ما نلعب مباراة الأهل والزمالك بكرة أتمنى يعني يتحطي برضو عنوان الفترة اللي فاتت كان فيها مشحنات كتير ما بين الأهلي والزمالك أتمنى يتحطوا عنوان اسمه عنوان كمة الأخلاق نفسي نشوف بكرة مباراة حلوة مباراة ما بين اللعيبة نقدر نستمتع بيها لعبتناهلي تكون في أحسن حالتها آه عندنا إصابات لكن عندنا الحمد لله لعيبة عندنا عناصر خبرة كبيرة في الفريق عندنا الشناوي عندنا معلول عندنا السلية يعني مش عايز أنسى حد لكن الحمد لله دايما النادي الأهلي عنده عناصر خبرة كبيرة ولسه نتكلم في الصفادة عن مباراة بكرة هي دي النقطة اللي أنا نفسي أشوفها بكرة مباراة حلوة تسعين ديئة نقدر نستمتع بالنادي الأهلي خاصة بكرة نادي الأهلي ما فيش ضغوط نادي الأهلي يعني متصدر جدوى المسابقة بفارق كبير لنادي نادي الأهلي ستة وخمسين نقطة الزمالك تسعة وثلاثين نقطة آه تظل مباراة الأهلي والزمالك مطولة خاصة استعداد خاص دايماً اللي بيحسمها التفاصيل الصغيرة داخل اللقاء حالة اللعيب يوم المباراة ممكن تكون ماشي قبل المباراة بشكل كويس اللي ما تشت قبلها لكن يوم المباراة ما توقعش موفق أو العكس فدايماً الساعتين اللي داخل المباراة بتحسمها تفاصيل الصغيرة حالة كمان المدير الفني النهاردة موفق في تغييرها موفق في تشكيل فدايماً بتكون التفاصيل الصغيرة المباراة الأهلي والزمالك هي اللي بتحسم المباراة الكبيرة لكن قبل المباراة أتمنى تكون مباراة قمة في الأخلاق قبل ما تكون قمة في الكورة ونستمتع بها إن شاء الله